موسيقى قتيلاً في احتجاجات العراق فهل تنجح التظاهرات بفرض مزيد من الإصلاحات حقناً للدم في الشارع العراقي؟ موسيقى تظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية موسيقى اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قصراً إلى المنطقة الآمنة المزمعة موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس أهلاً بكم أفادت مصادر عراقية بسقوط قتيلين وإصابة العشرات بحالات اختناق خلال محاولة قوات الأمن تفريق الآلاف من المحتجين الذين حاولوا اقتحام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز وقامت بإبعاد المتظاهرين عن بوابة المنطقة الخضراء موسيقى دخل لبنان اليوم التاسع من التظاهرات في ظل إصرار المحتجين على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة الإنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين وأفاد مراسلنا أن معظم الطرق الرئيسية مقطوعة من جانب المحتجين وناشدت نقابة عمال ومستخدمية التعاونيات الجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق لتأمين وصول المواد الغدائية الضرورية إلى الأسواق موسيقى قالت منظمة العفو الدولية أن تركيا ترسل قصرا لاجئين سوريين إلى منطقة سورية قرب الحدود حيث تهدف إلى إقامة ما تسميه بمنطقة آمنة وذكرت منظمة العفو في تقرير أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من جانب الشرطة التركية على توقيع وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا موسيقى نشرتنا مستمرة وفيها بعض فاصلا قصير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أبدت استعدادها للاستقالة موسيقى أهلا بكم من جديد قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا مي أبدت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكسي موسيقى يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريام في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة مسلحي داعش الأجانب وبينهم ستون فرنسيا ويخشى الأوروبيون من هروب المحتجزين من داعش في سجون أو مخيمات يحرسها الأكراد شمال شرقي سوريا موسيقى في الختام تذكير بأهم العناوين موسيقى قتيلا في احتجاجات العراق فهل تنجح التظاهرات بفرض مزيد من الإصلاحات حقنا للدم في الشارع العراقي موسيقى موسيقى تظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية موسيقى موسيقى اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قصرا إلى المنطقة الآمنة المزمعة بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة